موسيقى عند الحديث عن الشأن الاقتصادي والحديث عنه كثير الآن ومنذ فترة سواء كان في وسائل الإعلام الدولية والمحلية والتقارير المختلفة من الجهات المالية العالمية بيصار دائما قضيتين أساسيتين القضية الأولى هي مسألة القروض مصر لديها أعباء خدمة القروض بمعنى أن هناك قروض كثيرة حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية وهناك مراحل معينة تسدد فيها أقصات هذه القروض وأيضا خدمة هذه القروض وعلى الجانب الآخر هناك ما يمكن أن نطلق عليه فرص الاستثمار بمعنى أن مصر تراهن على الاستثمار جذب الأموال بالعملة الأجنبية والغرض الأساسي من ذلك هو سد الفجوة التمولية بالدولار أو بالعملة الأجنبية طيب مصر حصلت على خروض كثيرة في الفترة الماضية لأهداف متعددة يعني في أهداف تتعلق بسد عجز موجود أو تلبية لمطالب مهمة زي الغذاء والطاقة مشروعات البنية الأساسية أيضا إطلاق المشروعات المختلفة في مجال التنمية الناس دلوقتي بتتكلم على الأولويات وفق الأولويات وتختلف وتتطفق قصة الموضوع دا كان يتأجل الموضوع دا يتعمل دلوقتي دي قضية أخرى لكن هل مصر كانت محتاجة إلى هذه المشروعات؟ نعم مصر تحتاج إلى هذه المشروعات والدليل على هذا أن احنا بنسمع النهاردة الناس بتتكلم بتقولك احنا عندنا شبكة طرق منتدة احنا لدينا بعض المشروعات الكبرى صحيح قد يحتاج الإنسان أو المواطن المصري أن ينتظر بضع سنوات حتى يحصل على عائد هذه المشروعات ولكن في المقام الأول لدينا هذه المشروعات التي يحتاج إليها المجتمع المصري طبعا في ملابسات حدثت في أزم كورونا ثم حرب الروسية في أوكرانيا رفعت الأسعار وضعت أعباء جديدة خلقت مزيد من الأزمات في أموال خرجت من المجتمع المصري اللي احنا كنا بنسميها الأموال الساخنة ربما نتيجة سياسات البنك الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرغبة في الخروج من الأسواق الناشئة زي المجتمع المصري يعني على أي حال الأسباب تتعدد المختلفة التي تتعلق بالأزمة التي نواجهها في مسألة القروض على الجانب الآخر هناك خطة أو تصور لدى الحكومة أعلنته أكثر من مرة وعلنته أيضا في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إن هتتجي إلى بيع الأصول والشركات المملوكة للدولة ووضعت 32 شركة في وقت من الأوقات الغرض الأساسي منها هو الحصول على أموال بالعملة الصعبة دولارات تسد بها العجز العجز ده ناتج عن زيادة الطلب عن العرض زيادة الاحتياج عن الموجود فالنتيجة الفعلية إنه لابد من إن إحنا نتجه إلى بيع الأصول من أجل الحصول على أموال الموضوع ده لا يسير بوتيرة متسارعة زي ما بعض التقارير بتقول رغم إن الحكومة اتخذت بعض الخطوات لتحسين فرص الاستثمار خلال الشهر الماضي هناك تطمينات أصدرتها الحكومة أو صدرت عنها يعني فيه تصريح لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بيتكلم عن إن مصر لن تتخلف عن سداد التزامات بيتكلم عن موضوع ده لأني كان فيه تقارير بتقول لك لا دي مصر هتتتخلف عن السداد قال لك مصر لن تتخلف عن السداد وإحنا لدينا خطة ولدينا تصور وبتحدث عن صفقات لبيع أصول تصل إلى 2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الجاري منذ أيام أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن مصر لن تحصل على مزيد من القروض إلا بشروط ميسرة جدا وفي مجالات محددة زي الغذاء والطاقة يعني إذن هناك رغبة في ترشيد مسألة الاقتراض أو الشعور أن هناك قروض كثيرة أخذتها الحكومة في السنوات الماضية وهناك رغبة الآن في ترشيد هذا الاقتراض ووضعه في مجالات محددة ذكرت أنها الغذاء والطاقة طبعا مصر وعدة جدا في مجال الطاقة المتجددة ومصر لديها طبعا أعباء لتخطيط الاحتياجات في مسائل الغذاء الاحتياطي النقدي بلغ 34.6 مليار دولار في الشهر الماضي التقارير أيضا الدولية زي ما أحيانا بتعكس آراء سلبية بتعكس أحيانا وعود أو آراء إيجابية زاد الدخل الذي يأتي إلى مصر بالعملة الصعبة من السياحة وقناة السويس ودول من المصادر الأساسية اللي مصر بتعتمد عليها السياحة شاهدت طفرات كثيرة جدا خلال الشهور الماضية وبالأخص شهر إبريل الذي ذكر أن مليون ونصف من المليون من السياح جاء إلى مصر وده رقم كبير جدا وهناك خطط طموحة جدا لدى وزارة السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية حتى تستوعب مزيد من التدفقات السياحية ده مصدر مهم جدا بالنسبة لنا أيضا زيادة دخل لقناة السويس وإن كانت التقارير بتشير إلى انخفاض تحويلات المصريين من الخارج طبعا ده من المصدر التالت الأساسي اللي بتعتمد عليه مصر في العملة الصعبة أو في الدولار الانخفاض ده يعني فيه تكاهنات كتير حواليه وفيه أقويل يعني صعب إن احنا طبعا نسبتها أحد هذه الأقويل بيكلم على إن بعض هذه التحويلات تأتي عبر السوق الموازية أو السوق السوداء بمعنى فيه ناس تاخد منهم الفلوس في البلاد اللي بيشتغلوا فيها وغالبا هي البلاد العربية وبعد كده بيدوها لأهلهم هنا بالجنيه المصري بينما يظل الدولار في الخارج يعني بعض التقارير قالت هذا الكلام وفيه بعض الأخبار نشرت بصورة أو بأخرى في هذا السياق وده طبعا يحتاج متابعة لهذا الأمر ومحاولة إيقافه والتأكيد على أهمية التعامل من خلال المصار البنكي وإحنا شايفين السوق السوداء بتطلع وبتنزل يعني في وقت من الأوقات لما قال لك الحكومة مقدمة على تخفيض قيمة الجنيه يعني زادت قوي الأسعار في السوق السوداء وصلت للدولار وصل ل41 و42 جنيه لكن لما صدرت رسائل واضحة أن الحكومة لم تقدم على ذلك لقينا الدولار بيتراجع وأيضا بعض الجهات زي رابط التجار السيارات لما قلت لك أنا يعني هدعم الجنيه المصري ومش هقبل على الدولار من السوق السوداء لقينا برضو الدولار بيتراجع وبلغ إلى 36 و35 وسمعنا أرقام من هذا النوع إذن مسألة السوق السوداء دي مسألة بيحكمها منطق المضاربات وتبتعد عن عملية البناء الاقتصاد الحقيقي في إطار النظام البنكي وده اللي احنا منتطلع إليه ولسياما رئيس الوزراء أيضا في أحد التصريحات ذكر قالك أن الجنيه يقوم أو مقوم بأقل من قيمته يعني معنى أن الجنيه إذا تدفقت إلى مصر استثمارات زي ما كنت بتكلم دلوقتي مع حضراتكم معناها أن الجنيه قد يرتفع مقابل الدولار تقرير صدر في 8 يونيو لوكالة بولنبرج ودي طبعا من الوكالات الاقتصادية الكبيرة بتتكلم على أن هناك صفقة أو يجري الحديث حول بيع محطة الكهرباء الضخمة في بني سويف تصل إلى طاقتها إلى 14-14 من 10 جيجاوات وبيتحدثوا عن أن في كلام حول 2 مليار دولار لكن يعني لم يحدث تأكيد من أطراف مختلفة في هذا السياق لكن كل اللي أنا عايز أقوله أن من الواضح أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية أن الاستثمار قد يأتي أو يتدفق إلى مصر طبعا في تحديات الاستثمار جزء منها يتعلق به الوضع الداخلي والبيروقراطية وده اللي الحكومة حاولت يعني تزلل هذه العقبات الفترة الماضية لكن في جزء منه يتعلق به أن رأس المال الأجنبي لا يقبل قوي في هذه الفترة على الأسواق الناشئة اللي منها مصر لكن بالتأكيد مع بعض الإجراءات الاقتصادية مع خوض السياسة الإصلاحية واضحة والتأكيد عليها من جانب الحكومة قد يحدث تدفق من جانب الاستثمارات إلى مصر ولا سيما أن يعني إقدام الولايات المتحدة على زيادة سعر الفائدة في البنك الفيدرالي ده أمر سوف يتوقف وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عودة الاستثمار الأجنبي إلى عديد من المجتمعات اللي تركتها ومنها مصر لكن إحنا لابد أن إحنا نعمل على القطاعات المبشرة أو الوعدة نعمل على قطاع السياحة نعمل على قطاع الطاقة المتجددة وأيضا على تشجيع الصناعات التي تقوم على منتجات محلية نشجحها للإنتاج المحلي وللتصدير للإنتاج المحلي هتسد حاجة السوق ومش هنحتاج نستورد وللتصدير معناها أنه هجيب لنا عملة صعبة الاعتماد على الصناعات التي تعتمد على واردات من مادة وسيطة أو مادة خام أعتقد دي بتسبب لنا بعض التحديات في مسائل الاستيراد وبتضع علينا أعباء لكن التجارب اللي نجحت جدا اعتمدت على مدخلات محلية من جانب مناح الاقتصاد المختلفة سواء كانت زراعية أو صناعية وده أمر ممكن يساعد على تحقيق تفارات في مجال الاقتصاد وتحقيق تفارات في مجال الاستثمار وبالتالي العمل على سد الفجوة الدولارية اللي احنا بنعاني منها منذ فترة في المجتمع المصر اسمحولنا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة